أهلا بكم ظهرنا ملتشا ملتشا عبر اليوم في الساعات اليوم وعبر الشهور والسنين يعني في اليوم من أول من حضرتك بتقوم قاعد على كرسي عربيتك البيز اللي مش مزبوط الملوح اللي انت مش عايز تصلحه ماشي على طريق كله مطباط وساعاتك بتاخد مطباط وساعات بيجي لك انت مطباط وفيه طرق أساسا مش مناسبة للهيوم من بينج في 2022 اه خلينا وقعين رغم اللي احنا بنحاول لكن ده حصاد 30 سنة من الإهمال في الطرق حاجة تانية ان حضرتك بتقعد كتير فما فيش رياضة وبتأكل كتير ففيه وزني بيزيد وحمل على الظهر وظهرك بتعرضه أحيانا إلى مشاكل عديدة مفاجئة زي انك تروح الجيم مرة واحدة أو تفكر تلعب كورة مرة واحدة وتتعامل على أنه في الجيم كاميرات مصابة إليك والعيون تبحث عنك فلازم تبان قوي وتبان جامد جدا فتشيل بزيادة فالدور ضهرك غير كده بقى اللقطات المخيفة حادثة خفيفة خبطة خفيفة على فكرة هنا شركة عربيات عملت تجربة لحوادث السيارات زي أنيميشن ما تعرفشي إمتيشة يعني حاجة محاكاة للي ممكن يحصل في حادثة عربية طبعا دي حادثة عنيفة لكن أنا بقول لكم في حوادث بتضر ضهرك كل يوم مش لازم تفرق على الإيرباك فيها ولا لازم يبقى يعني حادثة بقى اللي بنسمع عنها لا حاجة بسيطة فرمالة جامدة يا أخي تضر ضهري آه طبعا ما طب يا أخي خدتوا كده على سرعة يضر ضهري آه طبعا يا جماعة العربيات زي ما هقاء وسيلة مواصلات هي وسيلة مخيفة جدا بتدمر صحتك لأنها أولا ما بتخليكش تمشي تخليش تتحرضك ده فيه ناس بتركب العربية عشان تروح السوبر ماركت السوبر ماركت اللي على أول الشارع أو برا المكان اللي انت ساكن فيه على آخر الكمباوند وطبعا فيه ناس بقى يعني حتى ما بتركبش العربية ولا بتروح السوبر ماركت هم ديليفري قالوه ابعاد لي وفي الآخر كل المحصلة الأعدى الغلط الحركة الغلط الشيل الغلط التقل والوزن الغلط العربيات والقعدة فيها الغلط الشوارع الغلط في الآخر الغلط بييجي على ظهرك وبيبوزه والنتيجة مخيفة جدا ألام بتزيد وبتطنش طبعا لو استمرنا بقى بما ان الكل اننا قلته ده قلة ثقافة كمل بقى في قلة الثقافة في الجزء التاني من القصة الدرامية مش عايز تروح لدكتور ولو روح دكتور متشكك وعمل تبصوله النظرات عجيبة غريبة كله بيقولك على حاجة على فحص أو على قرار علاجي تبصوله الأول بص كده فيه نوع من التجديب أصلنا قريت أصل ابن عمي حصله أصل ابن خلتي راح ورجع ما بيعرفش يمشي كويس أصل أصل طبعا جمل وبعدين نقرر العملية تخرب أنت من العملية معادة العملية وحاجزنينك معادة في المستشوى وفيه ناس بتدفع فلوس مقدم وما تروحش ما تروحش وبعدين ترجع تاني فيه موقت مخيف جدا ده أنا رجلي ما بقدرش يمشي بيها كويس ده الشبشي بيهرب من رجلي ده أنا ما بيعرفش يتحكم في البول هروح للدكتور وجملة مخيفة أنت بتقولها مش مخيفة وجملة ملهاش معنى يا دكتور أنا عايز أرجع زي ما كنت من عشر سنين دي مسؤوليتك لازم ترجع نلعب كرة تاني أنا بقى لي عشر سنين بقى أعاني أنا عايز أنسى ده كله بعد العملية تعالوا نفهم اللي أنا قلت ده موقعه إيه من الحياة فيه لقاء مهم جدا مع ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة والإسم الكبير في عالم جراحات المخوة الأعصاب النهاردة في الدكتور الأستاذ الدكتور محمد صديقه ودي زي ميز إن هذا الألم ليس ألم حضراتك ألم بدأ يسمح في إيديك ومعاه تانيل ومعاه خدلان إيه لحق ده غضروف أكتر من ثمانين في المية من غضروف لقابتك حصل فيها تلم وتيجي تقول لأسلسة حصلاً مهاردة القضية الكبيرة أنا لازم أتشخص عشان أعرف أتعلم في ناس تبدأ شكوتهم الأولى إن بيجي لهم رعشق رجلهم الدولة بتتأدمي العلم بتتأدمي العلم بيحطيلي حلول لازم يكون عندنا ثقافة المرض وتقبل المرض وحلول المرض كل حاجة لها تمن ظاهر ما بيغفرش اللي هتعمله في ظاهرة وإنت صغير هتدفع تمن وإنت كبير إحنا ما ننتظرش إن المعجزات بتتحقق على الأرض ما بتحصلش معجزات ده علم بنقول 80 إلى 90% من مشاكل الغضروف فأولها بتيجي بالعلاق الأستاذ الدكتور محمد صديق هويدي أستاذ جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقرية وجراحات الإنزلاق الغضروفي كلية الطب جامعة القاهرة عضو الجامعية المصرية والعربية لجراحات العمود الفقرية ضيف العزيز ضيف العزيز واحد من سوبرستار هذا المجال السؤال الدكتور محمد صديق هويدي نوارة الدكتور كالعادة أنا بحاجة الدكتور أي من الزي الله يخليه عايزة أبدأ الحياة بالنسبة لمريض النزلاق الغضروفي أو مريض آلام الظهر تنقسم إلى قسمين سيناريو ثقافات غلط وتصرفات غلط ثم مشكلة ثم سيناريو تصرفات غلط وثقافات غلط في التعامل مع المانجمنت أو العلاج لهذه المشكلة فحكي لي بقى الزهر يقوله بيجي لك شكل عامل إزاي هو مشكلة المريض بتاع آلام الظهر والعمود الفقري ككل سواء الظهر من تحت أسفل الظهر أو الرأبة أو المنطقة الصدرية إن هو المريض بيبقى عنده فكرة معينة في دماغه هو جاي بيها يعني هي مش القصة أنه عنده مشكلة جوية يعرضها يعني أصلا دايما القصة بتبقى هم طرفين يعني مريض عنده شكوى ودكتور هيسمع ويبدأ يفكر في حل الشكو بتاعته يحلل المشكلة بتاعته لكن المريض نفسه ساعات بيبقى جاي بشكوته وعايز الحل في مزاجه هو كده أنا عايز شوية علاج بس خفا عايز بس عارف أدخل حمام يعني تعرف فيه كلمات كده بقت متدولة وهي سابتة في الموضوع وفي العلاقة بين الطرفين يعني بيشتكي جامد جدا من قلم مع الوقفة ومع القعدة ومع الصلاة لو بيوطي لو بيقعد لو هو عادته مكتبية عنده مشاكل جامدة جدا يقولك أنا مجرد ما جاء أم من على المكتب وجاء أخذ أمتي أو أفرت أمتي كده عذاب العذاب الألم بيبقى في أسفل الظهر وممكن ينزع على الفغد والرجلين وممكن ينزع على منطقة الحوض ممكن يبقى في رجل واحدة ممكن يبقى في الرجلتين ممكن يبقى معاه تنميل وخدلان وممكن مع معهوش فأخذ برحلة الرجل التاني بقى اللي بيشتغل سواء مزارع سواء بيشتغل في معمار سواء بيشتغل العملية دوادي كلها يعني تبدأ تشوف بقى القصة يعني أنا أول مثل يعني حضرتك بتشغل إيه وقالك أنا بتشغل في طيفة المعمار تعرف ده بقى حداد مسلح نجار هاخدارك من اللي بيشير رمله وحديده هاختارهم على فكرة اللي بيشيره الرخام آه طبعا لأسانا تعملت مع البونا كتير قوي فلقيت أن الرخام ده كرسة آه طبعا خطعت الرخام قد كده أوزن تييلة جدا أوزن تييل قوي وبياخد أوضاع صعبة آه لأنها بتبقى حجمها مش كبير بيبقى موطي بيستخدم مقالات في نفس الوقت وبتاعي الموضوع معاقد جدا وفي نفس الوقت هو ما عندهش رفاهية الرحم ولا عنده رفاهية الشكل وحتى لو هو قادر يشتكي العلاج بتاعه ده قصة يعني أصلا أول كلمة في علاج الدار إيه رحم طيب هو مش عايز تريح أو ما عندهش ظروف تخليه استريح لأنه برضو ظروف الحياة وصعوبة الحياة بتخلي واحد طب هاكل منين يعني يعني أصلا هو معظم من الناس اللي هم نتكلم عليهم دولة أعمالهم هي بتبقى يوم بيوم شغلهم مرتباتهم دخلهم يوم بيوم يعني ما عندهش دخل ثابت وشركات تأمين وبتاعه ومضغطي وكوفرد كويس جدا والدنيا ماشي معاه زي الفول لا ده ده يعني غلبان جدا فعلا وطعبان يعني حتى لو معاه أرشين ما بيبقى خايف يصرفهم على علاجه ليه عنده انتزامات تانية مع دخول مدارس مع بنته اللي هتتجوز مع ابنه اللي مش عارف داخل كلية وجامعة فهتليه هو دايما مضغوط وهو بيخلي نفسه آخر الاهتمامات ما معرفش تقول المدارس بقى مشكلة بقى حملة جامعة جدا كل مستهية الحياة كلها بات يعني معقدة جدا وعلى كل مستويات بس كل مستوى برضو له مشاكله يعني واخد برحة راج يعني المدارس العادية بقت مشاكل عشان أنا خراص داخل المدارس ده احنا من شهر ستة والناس بتحجز دروس وبتاخد دروس في الأجهزة علشان لما تبدأ العام دراسة في شهر تسعة يعني موضوع معقد جدا القضايا بقى ان المريض ده هو خد الختم بتاع مريض العمود الفقري هو بطبيعته بيشيل بيوطي بيعمل مجهود زيادة الرجل قاعد بيعزق في الأرض أو حياته رفاهية بس ما بيمرس رياضة وظهره ضعيف الطرق اللي حرج بتقول عليها المطبات الحوادث الإصابات الحاجات ده بتحصل بشكل يومي ودوري يعني أنا مثلا ما جيلي المدرسة تقول لنا بس اكتبوا بس تقرير انهم يريحوني لان هي مثلا تبقى من البلد هنا مثلا ساي وشغلها على بعد 30 كيلو بتاخدهم في توكتوك أو في ميكروباس أو في بتاع وبدأ دقا في الطريق وخبط في الطريق ما تخلوها في مكانها يعني الموضوع بسيط جدا انك يعني خلي من البلد دي تيبقى في البلد دي مش تحدفه في حتة تانية وتاخد ناس تانية من المكان ده هي عملة إعادة تنظيم يعني النازل بتتعم وبعدين لما تيجي تقول له طب خلاص خد أجاسب لا ما بيدي لهمش أجاسب يقول بار حرك طيب نريح لا ما هو ده هيتوقف المرتب ويتوقف المشعر بقى الموضوع صعب جدا دخلنا في حتة دوتة ان احنا بينا مرضى في العمود الفقري أول كلمة بنقولها مع المريض طب معنا عايزين شخص التشخيص محتاجه أشعاعات والنهاردة تكلف الأشعاعات والحاجات ده برضو مكلفة ده بقى عبق تاني يعني هو بيخوفه يعني المريض نهاردة بقى بيخاف يروح للدكتور والله ده هيطلب مني أشعة وهيطلب مني أتحليل وهيطلب مني أبحاث والرشدة وكاشف فيبدأ هو يبنش في السكة التانية اللي هي سكة إيه الرجل أبعصاية الرجل اللي بيشد اللي بيعمل تدليك الحاجات اللي هي البلد البسيطة تندرج إلى أصلي واحد بيكوب النار واحد بيعمل خزام واحد بيعمل حجامة واحد بيعمل تشريط كل ده علشان أهرب من سكة أنا روح للدكتور وكل ده عمره ما بيحل موضوعنا لأن الموضوع اللي هتتحلي بالحاجات دي هيو اللي كان لو خاد رشدة الدواء واحدة وريح أسبوع عشر تيام كان موضوع جاب نتيجة لكن هو يروح ويعمل الكوب النار ويريح بقى بعدها أسبوع عشر تيام أصلي الكوب النار لكن لو الدكتور قاله ريح عشر تيام مش هيريحه فده فكر بنحارب الفكر ده طيب رح للدكتور وعرف التشخيص بتاعه إنه عنده غضروف هل كل غضروف عندنا محتاج تدخل جراحة وعملية تقبل المريض لهذا الكلام ده بيختلف فيه حد بيبقى عايز يخلص ومعندوش وقت وعايز ينتهي من الألم ده عشان يمارس حياته خلاص طب أنا عايز عملية هعمل عملية فيه واحد تاني لا بقى أنا عايز أي حاجة كله إلا العملية أنا مبدئي الرفض العملية طيب معلش طب أنا الحلج رحية الحلج رحية عندك فكرة مكسورة زي هنا مثلا الفقرة هنا مكسورة أو سقطة يجي 2 سنطي من مكان وده كتير جدا منشوف دلوقتي الحياة يا خبير حركة والفقرة سقطة هنا ملهاش حل غير إن أنا رجعها مانويل ويدوي كده هون بأجهزة يعني ديت عشان ترجع خلاص ولازم تتثبت في مكانها عشان ما ترجعش تاني يعني ما ينفعش هنا ندخل يقول طب شل الغضروف بس ما ينفعش تشيل لك الغضروف بس ما أسهل إن أنا تشيل لك بس أنت مش هتحسن يعني هم نتكلم دايما على النتائج وتكون نتائج طويلة المدى ودايما هي نصيحة أنا بقولها يعني دايما بعد عملية جراحات العمود الفقري أنت بتحتاج فترة فترة انتقالية ما بين المجهود اللي أنت متعود إنك تعمله وعايز ترجع له وما بين المرحلة اللي إحنا بدئين بيها بعد العملية يعني إحنا قبل العملية كنا عجزين مش عارفين نعمل حاجة ما بنعرفش نقعد ما بنعرفش نمشي ما بنعرفش نشتهل ما بنعرفش نوطي وصلنا لمرحلة من العزاب طب بعد العملية ليه متخيل إن أنا مجرد ما عملت العملية يبقى تاني يوم لازم كل الأمور ترجع لطبيعات طب مش هترجع لطبيعات هي هتتحسن تدريجيا إلى أن تصل إلى الطبيعة اللي أنت عايزة بس هناك قاعدة طبية دايما بتقول لك إيه أنت تأخرت قد إيه ما هي مدة المرض سوى مدة الشفاء والتشافي يعني أنت مريد بقى لك عشر سنين الموضوع الأقل تدي له سنة سنتين لحد ما الدنيا ترجع يقول لك أنا لسه هستنى سنتين يا فندم أنت هتتحسن تدريجيا إلى أن يحصل بقى استكمال الشفاء في سنتين هترجع ليه سابق أو قريبا من سابق اللي يختك طب فيه وسيلة أن أنا صرع بها المدى لا ما فيش العملية عملت البقى بقى هي مرحلة لتعافي العصب نفسه يعني العصب اللي كان مضوح العضلات اللي كانت ملتهبة وضمح جدا يعني العصب لما بينضغت جامد بيبدأ يضعف ويخس العصب ده عشان يرجع يكون حاجة بنسميها المايلين تشيث حواليه تاني مادة دهونية حوالي العصب دي أول حاجة بتتآكل في اللنزلات القرى وظروف وديت اللي بتخلي المريض يحس بإيه بالكهرباء يقول لك أنا بدأت أحس بلا ساعات في رجلية شكشكة زي الإبر دي تعرف خلاص إن العصب بدأ يدخل في المرحلة بتاع التآكل نفسه التآكل دي معناها إيه إن المادة عارف زي سلك الكهرباء اللي متغطي ببلاستيك كده علشان ما يلمس الكهرباء تخيل بقى السلك ده أنت أشرته كده وخلعته هيلمس هيكهرب ويكهرب الأنسجة المحيطة ده اللي بيحصل في العصب لما تتآكل هذه المادة الدهنية المغطية اللي بنسمعها المايلين تشيز ديا الغلاف الدهني ده يبدأ يحصل تلامس العصب ويزود الألم وكهرباء تبقى بطايرة فيه واجع رهيب جدا طب علشان ترجع المادة دي تتكون بتتكون تاني أو بتتكون بس بتحتاج وقت وعلى حسب حجم فقدانها على حسب المدة اللي هتزيد أو هتقصر في تكوينه طب المريض بعد ما بيعمل عمل ايه فيه ناس خلاص أنا مش محتاج أعمل له لك طبيعي ولا حاجة وفيه ناس تانية محتاجة أن أعمل لها لك طبيعي طيب ايه الجديد بقى في جراحات العمود الفقري النهاردة ممكن تعمل الغضروف بفتحة قد كده بمنظر طيب لو الفقرة ثابتة طيب لو الفقرة متحركة لا الموضوع هتاخد قرار جديد بقى شوي هنكبر شوي الفتح عشان نعمل حاجة اسمها تسبيت فقرات عملنا تسبيت الفقرات الفتحة قد ايه ثلاثة سنتي خمسة سنتي كده مش طيب امال ايه الفتحة اللي بتلاقي سبعة سنتي ثمانية سنتي اه فيه بقى معنا لقيت فقرة اتنين ثلاثة اربعة انت طالع يعني هنا مثلا تسبيت للثلاثة فقرات وبنركب هنا بنسمعها دي الدعمات او المسامير ذات الأسر المتحركة والقطبان ديت خلاص دخلنا وركبنا بتقنية طبعا موضوع يعني معقد شوية لان احنا بنستخدم تكنولوجيا عالية جدا وبنحتاج اجهزة اشعة وتصوير وبنحتاج اجهزة تسجيل الحس العصب بتاع الاعصاب عشان ما يحصلش اصابة بالعصب لان كتير جدا من العينين اللي بيعملوا عملات في اماكن غير مجهزة ممكن يجي لك يقولك بعد العملية مش عارف يمشي جالوا شلل بعد العملية يعني طلع كان داخل العملية بيمشي وطلع بعدها ما بيمشيش هي القصة بتبقى الفرق هنا في ايه في الامكانات المتاحة للجراح ان هو يلاحظ المريض جوه العملية لان المريض هو جوه العملية نايم ما بيدكش يرد فعل يعني مش هيحرك رجل ولا يقولك انا بحس بقلم لكن تبدو بتكتشفها امتى بعد الافاق طيب لما يبقى عندك اجهزة ووسائل علمية حديثة تخليك تقدر تكتشف مثل هذه المضاعفات وانت جوه قط العملية يعني في عندنا اجهزة تخليك النهاردة تديك اشارة والارم باخد بالك قبل ما تيج جنب العصب عارف زي السنسور بتاع العربية اللي بيقى العربية هتخبط او هتصطدم بحاجة يزمر كده ويديك اشارة واشارة ضوئية وبتاع ده بيعمل كده فبالتالي احنا بيبقى عندنا حاجة نسمىها مستشعرات حس كهربائي نجي على مصار العصب وبنحط كده مجسات كده نقدر نقيس بيها الايه الكهرباء هي الكهرباء لها زبزبات معينة اول ما تلاها بدأت تي 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 تعلو تديك على الارم الزمارة والصفارة دي اعرف ان انت قربت من العصب احنا ساعات بنتطر نقرب من العصب يعني في العملات اللي هي المرتجعة يعني الغضروف المرتجعة اللي حصل فيه تلايفات والتساقات جمدة جدا انت كل شغلك جوه العصب ليه عشان اسلكه واغتبال حركة بس اسلكه مش اقطعه لو انت جيت ايدك بقى تقيلة شوية على العصب واغتبالك يبدأ يديك بقى الارم ده يقولك لا خف بقى شوية يعني استنى بالراحة وخد وقتك واشتغل بالهداوة الكلام ده كله موجود وبيدينا رد فعلا جميل جدا جوه قط العملية يعني الممكن اجي اعمل عملية زغيرة في حتة قد كده اقعد فيها اربع ساعات انا مش زهقان ومش متضايق وما عنديش حاجة بس هو الجهاز ده كل ما انا اجي اشد نفس شوية يقولك ايه ده العصب ده ما يستحملش واغتبال حركة على حسب قوة العصب معاك وقوة العضل وفي عملية دي تخلص كلها في اربعين دقيقة واغتبالك العصب قوي يستحمل فبتختلف من واحد لواحد النهاردة بقت مشكلة الجراحات العمود الفقري هي مش العمود الفقري هي الامراض المصاحبة يعني احنا النهاردة بقى عندنا حاجة مهمة جدا يعني انا النهاردة بيجي لي مريد يقولك وخلي بالك دي بقت كتير جدا انا مريد عنده غضروف وغضروفين في ظهره وتعبان ونفسه يعمل عملية هو نفسه يعمل عملية ويتخلص من القلب بس مشكلته انه الساني فاتت عمل دعمة في القلب وكان عنده شريان دايق ولسه عامل قسطرة وكان ماشي على ادوية سيولة بياخد اسبرين وبياخد مش عارف ايه والحاجات اللي هي بتاعت السيولة دي طب دي عايز يعمل عملية طب اعملها ازاي واخد بالحراتك كان بتواجهنا المشاكل دي قبل كده لان كان التخدير ما كانش يقدر يعمل الحالات دي لان النهاردة بقى فيه انواع من البنج معين تقدر المريد دي يعمل عملية ويتعافى بس كل اللي بنطلب منه حاجة واحد وقف ادوية السيولة ونعمل ايه كو على القلب نشوف ايه عضلة القلب وكفاءة القلب واحنا بنعمل عندنا عندنا دايما قبل العملية دايما فيه دكتور الباطني بتاعنا والقلب وفيه عندنا عشان اتضغطه السكر والقلب وفيه دكتور التخدير وهو برضو متخصص باطني وسكر وقلب دكتور التخدير اللي بناخد منه القرار طب احنا دخلنا المريد هنعمل عملية وهما شافوا ان العملية هيبقى فيها خطورة بقولوا لا استنى بقى نعالج الاول ونكمل ما عندناش مشكلة من ده فالامراض المصاحبة بقت مشاكلة كتيرة يعني مريد عنده سكر غير منضبط وسكره تراكمه بيطلع 11 و12 و15 و13 ارقام صعبة جدا او تلاقي عنده الانزيمات بتاعة الكابد عالية جدا او تلاقي وظائف الكيلة عالية جدا اصلحنا لما بنشتغل هي الجسم ده منظومة متكاملة فمش هتطخر عشان تصلى حاجة وتفسد الباقي لازم فيه تكامل بنبقى شايفين هذا الكلام والحقيقة من بعد الكورونا واحنا بنشوف اعراض كتيرة جدا غريبة تغلطات الدم ومشاكل قلبت اكتر تغلطات فرصة تغلط الدم زادت ومشاكل الوهن العضلي والتعب العضلات وارهاق العضلات بعد الكورونا ظهر كتير جدا نورت وشرفت وشرف كبير لينا دايما نوجدك معنا عزيزة القمة العلمية الكبيرة لأستاذ دكتور محمد صديقه ودي وستاذ جراحة المخ والأعصاب وجراحات العمود الفقري كان ضيفي في واحدة من حلقتنا الرائعة الهمة جدا في عالم الدكتور خليكم مع الدكتور شكرا